الاخوة هيخش عليها برجالة عشرين دجل في قد النوم وبمطوى ويدرابوها هيكسل الله ضلعها ويجرجرها عالأرض يا جماعة متعرفوش حاجة فعلا كل كلام اللي قاله حسام مضبوط انا ما بحبش اتكلم عن مشاكل الشخصية دلوقتي يمكن عشان مشغلش حد والناس ما تعودش تقول احنا موراناش غير شيرين ومشاكل شيرين شيرين عبدالوهاب اخو يا بعني وكلام حسام حبيب كله صح من خلال برنامج الحكاية ردت الفنانة شيرين عبدالوهاب على التسريبات المنسوبة لطلقها حسام حبيب واللي بيأكد فيها ظلم أسرتها لها واستلقهم على أموالها وقالت شيرين عبدالوهاب من خلال تسجيل صوتي عرضوا الاعلام يا عمر أديب انا فجأت باللي حصل على السوشيال ميديا من محمد اخويا ومن حسام حبيب وحبيت اأكد ان كلام حسام مضبوط جدا واخويا فعلا بعني التصريح اللي نزل من محامي محمد اللي مستولي على السوشيال ميديا ومضاله على عقد بيخليه يستفيد من السوشيال ميديا بتاعتي في أغاني جميلة جدا عاملينها وشوية حاجات بتخلص عشان المشاكل مع الشركة المنتجة لأن في حد كمان قاصد يقعدني في البيت وبنخلص الحاجات دي عايزاكم ما تصدقوش أي حاجة من محمد عبدالوهاب وان شاء الله الاغاني لما تنزل تعجبكم بالرغم من ان المحكمة حكمت والقضاء المصري ان عقدي انتهى مع روتانا لكن هما لسه رفعين قضايا وموقفين الدنيا كلها وانا واسقى في قضاء بلدي واضطريت اني ارد لاني لقيت السوشيال ميديا مقلوبة مش عايزة اضيئكم لان عارفة ان كل واحد فيكم عنده مشاكل وهموم وكل شوية شيرين شيرين والفترة اللي فاتت ما كانش ليا تصريحات وانتو اهلي وسندي وبتردوا غيبتي وبتقفولي كمان بعد اذنكم في بيان رسمي في مكتب المحامي قنطوش ويا ريت ما تصدقوش غير البيانات اللي بتبقى تصريح مني شخصيا غير كده دي اكاذيب بشكركم يا حبيبي وربنا يخليكم ليا